جهود حثيثة مضت بها الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف وما زالت لتجديد الخطاب الديني وتنفيذ خطط مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف مسيرة شهدت نقلة نوعية على مدار السنوات الماضية وشملت العديد من المحطات بداية من تدريب وتأهيل الآئمة والوعظات وصولا لإنشاء مدارس تختص بتحصين الشباب من هذه الأفكار المتطرفة طالما كانت مصر منارة الإسلام الوسطي للعالم كله وخلال السنوات الماضية كان لوزارة الأوقاف نصيب كبير من خطة إعادة بناء مؤسسات الدولة التي أولتها كل الدعم والرعاية حتى استطاعت تحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات الدعوية والتنموية فعلى صعيد الدعوة والقرآن الكريم قام القطاع الديني بإنشاء أكثر من 1200 مدرسة قرآنية إلى جانب تسيير آلاف القوافل الدعوية بالمناطق النائية والحدودية وإنشاء أكثر من 15 ألف فصل لمحو الأمية وتنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي مضت وزارة الأوقاف في خطة شاملة غير مسبوقة لعمارة المساجد ففي عام واحد استطاعت بناء نحو 1600 مسجد كما تخطت تكلفة عمارة المساجد خلال السنوات الماضية 7 مليارات جنيه كما لم تغفل وزارة الأوقاف الأحوال المالية والمعيشية للأئمة حيث تم زيادة رواتبهم وتحسين مكافآت المحفظين وشيوخ المقارئ كما التحق بمجال الدعوة الواعزات لتضيفن نقطة مضيئة في سجل تمكين المرأة وعظمت الأوقاف مشارقتها الفاعلة في خدمة المجتمع كما شهدت نقلة نوعية في قطاع التكافل والوقف التعليمي وغيره وسعياً لتجديد الخطاب الديني أو لاقطاع الأوقاف اهتماماً خاصاً بالنواحي التدريبية للأئمة والواعزات وكذلك استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامي للأئمة والواعزات وخلال السنوات الماضية حققت الوزارة في مجال العلاقات الخارجية العديد من الإنجازات وعززت أواصر التعاون مع العديد من الدول من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات هذا إلى جانب تنظيم المسابقات العالمية للقرآن الكريم بشكل دوري وسنوي وفي إطار جهودها لمواكبة التطور التكنولوجي تم إنشاء العديد من المنصات الإلكترونية والتكنولوجية المتطورة التي لاقت نجاحاً وإقبالاً كثيفاً دور فاعل على صعيد المجالات كافة لم يخلو من المشروعات التنموية التي شملت إنشاء آلاف الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية إلى ذلك تواصل وزارة الأوقاف وضع بصماتها على كافة مناح الحياة تنفذ خطتها الشاملة لتواكب وطناً يقف على أعتاب الجمهورية الجديدة وتنير صورته للعالم بأسره